السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مهندس محمد إبراهيم من قناتكم محمد حمودة للتقنيات ان شاء الله انه النهاردة هنعرف كيفية معرفة مواصفات اللابتوب او الكمبيوتر الخاص بيك بالتفصيل وازاي تعرف بالضبط كارت الشاشة ومواصفات الجهاز والبروسيسور وما الى ذلك اول حاجه ها اعلمكم 3 طرق ما فيش حاجه هتطلع براهم اول حاجه هتضع كليك يمين على مي كوميوتر وتقولي بروبيرتز او خصائص بعد كده هايجيلك نواصفات الجهاز دي الحاجه اللي هي مش ديتيلد اوي مش بالتفصيل طيب انا عايز حاجه بالتفصيل بمعنى حاجه تقولي بيانات اكتر شوية اول حاجة هخش على قيمة run او قيمة التشغيل هنضعف على علامة الويندوز هنا start ونقوله run او تشغيل ونكتب الامر ده dxdiag dxdiag هسيبلكم رابط هسيبلكم مجموعة الحروف دي او الامر ده اسفل الفيديو ونقوله ok تمام ولو قتلينا رسالة yes او no عادي نقول له yes وهيبدأ يفتح لنا الشكل ده يقولك system information تمام system information اللي هي هنا دي معنى معلومات النظام دي معلومات يعني لحد ما برضو detailed شوية او مش قد كده يعني مش مفصلة قد كده بس فيها شوية details او details اكتر من اللي فاتت طيب ايه اللي موجود هنا يقولك operating system 1064 bit اسم الكمبيوتر اللغة السيستم موديل النظام او نموذج النظام كام اصباير 5750 جي البيوز version 15100 البروسيسور بنوع انتل core i5 248 جيجا هرتز الميموري 8000 ميجا اللي هي 8 جيجا رام وغيره و direct x 12 طيب احنا عايزين الحاجة التالتة او المعلومات التالتة اللي هي المفصلة تفصيل كبير جدا ان شاء الله هنضغط على قائمة برضو start تاني وهنقولك system information system info عجلنا على طول اول واحدة هنضغط عليها يجي لنا جميع معلومات الجهاز system summary او ملخص النظام يقولك فيه الويندوز كامل هنا يقولك فيه الويندوز كامل هنا يقولك فيه الويندوز الموديل الشركة المصنعة لللابتوب او الكمبيوتر ايسر system type 64 بيت البروسيسور انتل core i5 كل المعلومات البيوز طيب كارت الشاشة بقى والرامات هنا هنستولد physical memory او الرام 8 جيجا طيب عايز اعرف حاجات معلومات تانية طيب بيقولك هنا hardware resources او معلومات الهاردوير لو عملت memory لا مش هنا من component من component او مكونات لو فيه حاجة كارت الشاشة نولو display ادابة الرام المفروض يكتبلك هنا اااا الرامات كارت الشاشة بيدعم ايه ااا اا هو مساحته اي ايه احمها برضو هنا البيكسل المفروض هيقول لك هنا في الادات الرام بيكتب لك هنا الكارت الشاشة بيبقى قد ايه تمام ودي كل حاجة في الجهاز هيدفينيشن اوديو ديفايس وكل الايه كل حاجة متصلة بالجهاز المتعرفة هيقول لك جميع المعلومات الخاصة بيه يارب الفيديو يكون عجبكو وما تنسوش اشتراك في القناة وعمل اعجاب للفيديو عشان ننشوره ولو في اي استفسار او اي او اي مشكلة قبلتكو ياريت سبهالي في تعليقات وانا بقرأ جميع التعليقات وبرد عليها متشاكر جدا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته افكاد الملابت